يوم الثلاثة اللي فات كلمنا حضراتكم عن السكر ومبارح الاربع كنا بنتكلم عن البند والنهاردة هنتكلم عن اللحمة سعر اللحمة السعر الرسمي في الاسواق المصرية دلوقتي الاسواق المصرية الشعبية بقى بخمسمائة جنيه زي ما الخبر اللي قدام حضرتك كده بيقول ده السعر الرسمي سعر الحكومة على موقع تابع اصلا للنظام ارتفاع كبير في سعر اللحم بالاسواق الكيلو وصل خمسمائة جنيه ولسه يا جماعة فاضل على رمضان اقل من شهر خمسمائة جنيه وقدامنا اسبوعين ثلاثة على رمضان كل سنة وانتوا طيبين يعني الزيادة دي اللي هي بخمسمائة حتزيد كمان حتزيد تاني ليه؟ احنا عارفين ان قبل رمضان بيبقى فيه اقبال على السلع بمناسبة الشهر الفضيل صح والله غلط اما لو حضرتك قررت تكتفي بس بفواكه اللحوم احنا بنقول عليها فواكه اللي هي ايه؟ اللي هي لحمة الراس الكوارع الفشة المنبار الكبد الحاجات اللي الشكل ده اللي هي بيقولوا عليها حلويات حلويات اللحمة يعني فلازم تشوف معها الخبر ده عشان تعرف ان ده مش هينجيك برضو من غلاء الاسعار ليه يا سيد الفاضل؟ لان الكوارع مثلا الكوارع واحد بقى بربعمية جنيه والمنبار بمتين جنيه المنبار بمتين جنيه يعني لو انت مفكر انك هتقضيها حلويات الدبيحة فمش هتقدر لان الاسعار بقت خيالية ما يقدرش عليها حتى اللي مرتبه عشر تلاف جنيه فما بالك بالمرتبه اقل من كده بكتير ده في ناس سفرت برا مصر ورجعت يعني قعدت شهر ولا اتنين ورجعت البلد اتفجأت من غلاء الاسعار الناس جالها صدمة بجد صدمة حقيقية مبارح لو تفتكروا كلمتني السيدة الفاضلة السيدة محمد كلمتني من مصر وقاليخي انها سفرت برا والحاجة باسعار ورجعت لقيت الحاجة السلع يعني باسعار تانية خالص اسعار غلية ضعفين ثلاثة وحاجات غلية اربع اضعاف عن السعر القديم اللي كان من شهر واثنين كل ده في وقت بسيط قوي شهر واثنين ومش الست محمد بس كل اللي سافر ورجع جاله صدمة من الاسعار زي المواطن اللي عبر عن صدمته وكتب كده على تويتر تحت اسم يوهان ليبرت بيقول انا سفرت 16 واحد اتنين وعشرين كان ثمان كيلو اللحمة مية وعشرين جنيه سنتين خلال سنتين ووصل من مية وعشرين لخمسمائة جنيه مش متين مش متين واربعين سعر الضعف او سعر الضعف لا خمسمائة زاد خلال سنتين تلتمية وتمانين جنيه في بلد متوسط المرتبات فيها تلات تلاف جنيه ناس بتشتغل تلاتين يوم اتناشر ساعة بدون اجازات بتمن ستة كيلو لحمة وفي الاخر اصلا ما بيعرفش يا كلها ولا يشوفها صح طيب اديك مثال تاني امبارح كنا بنتكلم وبنتكلم حضرتك عن سعر كيلو البون سعر كيلو البون كان واصل تسعمائة وخمسين جنيه طيب انا بقول لحضرتك احنا بنعتذر جدا ولو سمحت انسى الرقم ده عشان الرقم ده تغير دلوقتي وكيلو البون وصل سعره الرسمي النهاردة الف وستة جنيه ودي الستة حنانة هي على موقع اكس كاتبة وقال ايلالنا الاسعار الجديد شوف معاه حنان شمان بتقول كيلو البون بالف وستة جنيه مصريين ربنا ينتقم منك ومنك دي عارفين انها عيدة على عبدالفتاح السيسي كان فيه ناس قالتلي قبل كده يعني يبدو ان انتو بتبلغوا لما بتقولوا ان البلد على عهد السيسي بقى حالها من زل لزل ومن سيء الاسوأ بيبلش الكلام ده عشان ما بيعبرش وانت طيب بالمناسبة انا عايز اقولك ان الكلام ده انا بقوله من ساعة لشعبي وبلدي ووقف معاهم واشتغل في اعلام الناس اعلام الوطن اعلام مصر والمصريين انا مش بقوله الكلام ده لمن النهاردة ولا من المبارح انا بقوله الكلام ده بقى لي عشر سنين علشان الصورة كانت واضحة قدامي عارف الزل بدأ من امتى الزل بدأ مثلا تقدر تقول من وقت ما خير رمضان طلع جاب المساعدات والاعنات الهدوم والبطاطين بتاعت الاماراتيين وطلع على الهوى بمنتهى الحقارة والوضاعة وهو مبتسم وفخور ويقول البطاطين وصلت يا رجالة فاكرين ولا مش فاكرين زل مصر وشعبها عمره ما حصل بالشكل ده الا على ايد عبد الفتاح السيسي وشوية العساكر اشتركوا في القناة